سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة القرآن الكريم يأتي في إطار الدعم والاهتمام المستمر الذي تليه المحافظة الجنوبية في التنافس في حفظ كتاب الله وتجويد القرآن الكريم ونشر علومه كونه أسمى أطر التنافس بين أبناء المحافظة في الشهر الفضيل وأن المحافظة الجنوبية تتبنى المبادرات الدينية والخيرية التي تعود بالنفع على أبناء وشباب المحافظة ضمن أهم شرائح المجتمع وأضف سموه أن رعاية هذه المسابقة يأتي انطلاقا من واجبنا الديني بالاهتمام بالقرآن الكريم وتكريم حفظته وحرص المحافظة على التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة لتبني المبادرات والفعاليات التي تهدف إلى نشر قيم الخير والعطاء وتشجيع روح التنافس بين أفراد المجتمع إمانا بأن هذه المسابقات لها بالغ الأثر في تشجيع الناشئات على حفظ القرآن الكريم وأشاد سموه محافظ المحافظة الجنوبية بمشاركة كافة المتسابقين والمستوى الرفيع الذي ظهروا به خلال تصفيات المسابقات منوها سموه في هذا الصدد بجهود اللجان العاملة في هذه المسابقة الجليلة التي عكست الجهود الطيبة والمبذولة في سبيل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى والحث على قراءة القرآن الكريم وتدبره والعمل به ونشر التلاوة الصحيحة وتعليمها مما كان له الأثر الطيب في إنجاحها وإظهارها بالمستوى الذي يليق بمكانة القرآن الكريم في قلوب الجميع وقد تضمن برنامج الحفل تلاوة آيات قرآنية كريمة من قبل المشاركين في المسابقة بعد ذلك قام سموه محافظ المحافظة الجنوبية بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى كما قام سموه بتكريم كافة المشاركين في المسابقة وكذلك لجان التحكيم والمنظمين متمنيا للجميع التوفيق والنجاح في تنظيم مثل هذه الفعاليات والبرامج الدينية القيمة